كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي نهاردة كان بيعقد جلسة مع لعابة الفريق الأول للنادي الأهلي اللي انتهت عارضه للرجع من الإعارب بشكل خاص كل اللعيبة موجودة بس كان حريص على أنه يتكلم على المعارين اللي جايين خلاص للنادي الأهلي صلاح محسن من ضمنهم ناصر محمد ناصر ماهر محمد شريف وأكرم توفيق وإحمد ياسر ريان الحقيقة الأهلي قرر عودة الخماسي بعد ما قدموا مستويات جيدة مع أنديتهم أو الأندية اللي تم إعارتهم لها والنهاردة عقدوا جلسة مع كابتن سيد عبدالحفيز والجهاز الفني كله بقيادة موسماني طبعا كان بيأكد لهم على أهمية المرحلة الجاية النهاردة كمان محمد شريف بالأخص كان بيشارك في المران ده تقريبا دي المرة الأولى اللي يشارك فيها بعد ما انتهت إعارته لنادي أمبي شريف النهاردة كان عنده جلسة خاصة مع الجهاز الفني كان بيكلموا فيها طبعا معا عن المرحلة اللي جاية وأثنوا على مستوياته الجاية الحقيقة كابتن ياسر ردوان كمان مبرح كان بيشير بمحمد شريف في الفترة اللي قدمها مع أمبي والنهاردة الجهاز الفني كان بيطلبوا أنه يقاتل يقاتل للحصول على مكانه في التشكيلة وتقديم أفضل ما عنده ده صحيح يعني كل المعارين على مستوى عالي جدا وظهر دوت من خلال كل المنتخبات على مستوى المنتخب اللومبي على مستوى المنتخب الأول شفنا محمد شريف بيحرز هدف مع منتخب مصر فتوجو شفنا تقلق صلاح محسن تقلق أحمد ياسر ريان بنتكلم على ناصر ماهر كل اللعيب على مستوى عالي جدا و pests من النهاردة كمان على نجمينة أيمن أشرف طبعا نهاردة أيمن أشرف زي ما قلت لحضراتكو بيشارك في المران الجماعي بشكل جيد جدا الحمد لله ما عندهش أي إصابة واحنا عارفين إنو كانت طلع من مباراة المنتخب أمام طوجو يعني أقيمت مؤخرا في التصفيات المؤهلة لأفريقيا 22 بالكاميرون بعد ما كان عنده إصابة بسيطة كمان المال اللي كنا قلقانين عليه جدا جدا قلود ينج بيشارك كمان بقوة في تدريبات الفريق إنتظامه في التدريب وكان عنده مباراة مع منتخب بلاده أمام نامبيا كان خرج برضه بإصابة إصابة بسيطة جدا وهو كمان طمننا وطمن جماهير النادي الأهلي النهاردة بطمنكم تاني أنه خلاص الحمد لله زي ما قلت لكم أي من أشرف خلاص يعني ما فيش أي إصابة ديونج موجود في التمرين زي ما أنتم شايفين كل اللعب على مستوى عالي جدا جدا يمكن بس يمكن هو يمكن أجايه هو اللي يمكن معانا خبر ليه برضه عنده شوية إصابة إصابة مبارح في التمرين